العشرون من رمضان قبل خمسة أعوام كان الموعد طرابلس في ساعة الإفطار أعلنت تكبيرات الثوار نهاية الأربعين العجاف التي جثمت على صدر العاصمة ستة أشهر من القتال تدرج فيها الثوار في براير من منتظاهرين مدنيين إلى مقاتلين أشداء دكوا حصون طاغية العصر وأرغموا مرتزقته على الهروب من طرابلس واللحاق بسيدهم إلى جحره الأخير من الشرق والغرب والجنوب التقى الثوار ليبيا مع ثوارها في طرابلس وأعلن افتكاك العاصمة من براثن انقلاب سبتمبر ليتنفس ميدان الشهداء عبير الحرية لأول مرة منذ أزيد من أربعين سنة سنوات خمس مرت منذ تحرير العاصمة طرابلس من كتائب الجذافي سنوات خمس ضربت خلالها الثورة المضادة بكل قوتها حرب شعوى بدأها أعداء فبراير بأذرع إعلامية مشبوهة عملت على تشويه كل ما يمت لثورة فبراير بصلة حتى وصف الثوار الذين كانوا أبطالا يوم تحرير العاصمة بالميليشيات المسلحة التي يجب أن تخلي طرابلس لمن كانوا يمسكون بزمامها قبل التحرير فبعد الانتعاشة الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد في العام الذي تلى ثورة فبراير مرت على ليبيا سنوات خدعات كذب فيها الصادق واتمن فيها الخائن ونطق فيها الرويبضة نحيي نحيي سيد القائد العام وقوات المسلحة الفريق أول روك الخليفة بقاسب حبطر نحييه تحية خاصة بهذه اللحظات نحييه لأنه يقرح العدوان نحييه غير أن الثوار الذين حرروا العاصمة من أدعياء سلطة الشعب وعصر الجماهير عام 2011 لا يزلون اليوم وبعد خمس سنوات من ملحمة فجر عروس البحر يخضون معارك التحرير ضد أذرع الثورة المضادة الذين تكالبوا على فبراير من انقلابيين وغلاه اختلفت أسماؤهم وتشابهت مآربهم فهل ستذكي ذكرى تحرير العاصمة وانتصارات الثوار في معارك سيرد جزوة ثورة السابع عشر من فبراير موسيقى